لقد فطر الله عباده على حب التقرب إليه بالقرابين قال تعالى وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ومن هذه المناسك الأضحية وهي من شعائر الإسلام الظاهرة وسننه المؤكدة ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وينتهي بغروب شمس ثالث أيام التشريق ولا تصح الأضحية إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم فلا تصح بالدجاج ولا الأرانب ولا الغزلان ولا غيرها ويسن أن تكون الأضحية حسنة سمينة وبه فسر قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قاله ابن عباس رضي الله عنهما ولا بد أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعا وهي في الإبل خمس سنين وفي البقر سنتان وفي المعز سنة وفي الضأن نصف سنة ولا تجزئ التضحية بما دون السن المعتبرة ولو كانت سمينة ولا تجزئ العوراء البين عورها ولا المريضة البين مرضها ولا العرجاء البين عرجها ولا العجفاء وهي شديدة الهزال وأما عيب الأذن والقرن والذيل فيكره ولكنه لا يمنع الإجزاء فاحرص على استحسان أضحيتك وسلامتها من كل عيب واعلم أن القبول ملازم للتقوى قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين